آلاف القتلى في مدينة درن الليبية كانوا ضحايا السيول والفيضانات التي تسبب بها إحصار دانيال بحسب ما أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان فهنا تحت أنقاض المدينة الواقعة شرقية البلاد عثر عمال الطوارئ على العديد من الجثث إذ تسببت هذه الكارثة بنهيار سدبو منصور لتجرف مياهه ربع أحياء المدينة الحكومة المكلفة من البرلمان أكدت أن عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية كما طالبت بتدخل دولي في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المينيفي قال إن المجلس سيقدم كل ما يستطيع للتخفيف عن المنكوبين وإعانتهم على تجاوز هذه الكارثة التي أكد أنها أكبر من قدرات ليبيا كما شدد على أهمية التكاتف ونبذ الخلافات بين جميع الجهات داخل ليبيا لتخطي الكارثة أدعو القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة فهذا ليس من قيمنا وأخلاقنا ويؤثر إن حدث على جهود التصدي للكارثة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبي أكد أنه يجري تقييم عروض للمساعدات الدولية لتحديد المطلوب وفقا لما تقتضيه ضرورة ولضمان تنسيق جهود الإنقاذ وإلى جانب مدينة دارنا ضرب الإعصار مدنا أخرى في الجبل الأخضر منها بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية فيما لفتت بحثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إلى أن أعداد القتلى في ارتفاع مستمر جراء كثرة المفقودين